السلام عليكم الأخوة اليوم سوف ندعو على الاستشارة الطبية للطبيب القلب لماذا لا تتعاوضوا فيهم جيدا؟ أولا نعرف بأن السينيسيس متعاقدة مع الناس على 70% من ناش من تعريفة وطنية استشارة الطبيب القلب من المعروف أن أكبر نسبة ترجع الفلوس على الاستشارة الطبية في الاستشارة الطبية والتي كاملة التي يوجد في المغرب تقريبا هي استشارة الطبيب القلب لماذا؟ السينيسيس حسبها بـ 250 درهم ليس السينيسيس ولكن منظمة هيئة تأمينات التي تجارها هذا الشيء كاملة حسبها بـ 250 درهم والطبيب المختص حسبها بـ 150 درهم والطبيب العام حسبها بـ 80 درهم لكي تفهموا الإخوة أنت ملك تدوز عن الطبيب العام تدوز عنه 200 درهم وكالة التأمينات تحسب لك 80 درهم وهذه 80 درهم من اللي تصل إلى السينيسيس السينيسيس قد تدوز عنه 70% منها تدوز عنه 63 درهم إذا أنت من مئة درهم و63 درهم اللي أوصلتك حسناً لتتدوز عن الطبيب مختص الوكالة التأمينات يقول لك تدوز عنه 150 درهم كنت ملتوز عنده 300 درهم كنت تدوز عنه 300 درهم والتي تصل إلى السينيسيس السينيسيس تقول لك أنا سأعطيك 70% من ذلك 150 درهم وسأقوم لكي وقع 100 درهم ونه 150 درهم فهم؟ والتي تدوز على الطبيب القلب هناك لن يعرف عمر، و تسمم دوز عن طبيب عادي و تمكنك الأشرح على خلال و تدوز على أساسك أن تدوز على طبيب المختص و تمكنك الأشرح لن يتعافل لكن الاتصال الذي يدير خدمته، طبيب القلب و يدوز عليك على أن أحدهم ندوز تدوز على طبيب القلب و هنا لا تضع في رزقك سوف نرى هذا المثال بشكل تطبيقي سوف نرى معايا هنا هنا تدويزات طبيب عمر مزيان وطبيب ما عمر مزيان او الى عكس باش ما نتهموش الطبيب سوف نقولو دك السيد اللي يدخل وغالبا وكالة كاشف بوليس اللي ينمو تعطين مع السينيسس ولا شواء موظف السينيسس ما عرفنش احنا هم واش كيدخلو واش كيدديرو واحد فيهم اعتبره بانها تدويزة طبيب عادي او الاخر اعتبره بانها تدويزة طبيب مختص ونشوفو التعويض شنو غيوقع فيه هنا هادي تدويزة ديال طبيب القلب 300 درهم طريقة باش دخل هاد السيد دخلها على اساس تدويزة ديال طبيب عام وتلفازها تقسمت على جوج ما اللي تقسمت على جوج شدو لك هاد تدويزة ديال طبيب استشارة ديال طبيب عام حسبوها غاب 80 درهم ما اللي تجي انت هنا انت عادك 85% حيث انت مثلا واحد مارض مزمن ربما تقش عاده 70% النيارة يزيدوه لانك تدفع واحد دوسة وكتسنى يعيطه عليك وكتشعد واحد طبيب محلف وكيشوفك واش مريض فعلا وكيصيفتها للسينسيس وكيقبلك وكتولي عادك مارض مزمن وكتزادك النيسبة من 70% ال 85% وكتزادك النيارة يزيدوه فحنا شوفو معانية 85% ما حار تدويزة كفية؟ 68 درهم انت مدوز طبيب القلب محسوب رقم دوز عاد طبيب عادي 80 درهم هاد التلفازة نورمال مخصصة دخول في استيشارة طبيبية ما تعزلش عليها باش انت تعوض مزيان لا هزلوها حسبوها بمئتين درهم مش حكي تحسب عليك الدولة بمئة درهم مش حكي تتعوض لانت 85 درهم محسوب رقم درهم محسوب رقم درهم محسوب رقم درهم يعني الاطوطار يمدوز 300 درهم محسوب رقم درهم شحال مرضي للك 150 درهم انا نشوفوا واحد المثال اخر ديال طبيب دار خدمته او لوحدة في السنة سنة سنة دارت خدمته نشوفوا هنا يا اه اه على فكرة ما نسيت هذه المسألة مهمة هنا هاد المعاميل كي يحكم الاخوان في التعويض إذا محسوب رقم دارتك السيء اذا سأرى إما شمتك أو يقول بك أو خيفة ضاربة فهذا لا يجبني أن تهم بشكل واحد ولكن قصود على خدمته إذا كتب لك الشخص إذا دعوكم الناس على الطبيب مختص ولكن الرأسي أو الشخص عادية ركست عنها Consultation General طبيب عام اكتب لك الشخص Consultation Specialist أو Specialized يعني على الطبيب مختص اكتب لك الشخص Consultation Specialist Cardiac يعني طبيب مختص في القلب هناك كاتب لي السي وهناك إذا إما الطبيب غالط وفي الآخر من المشي نقلبنا في الطبيب القيناة نيت كي يدير كي يدير كي يدير تحت الفيزة زائد إيكوغرافيك كي يخرج لك خلاص يدركها السي اس السي اسي يعني أنا طبيب مختص في القلب اللي كي يدير لك تتعوض مزيان أجي نشوفه على الطبيب آخر كيف ندير هذا طبيب آخر ووالا شوف إن فوه تغير هذا المعامل السي اس السي يعني طبيب مع مرمزيان السي اللي في السنة اس يدخل لك طبيب القلب اللي يدوز لك شوف السو مشحل والله ما أعزلوهاش ما قالوش لك تلفازها بحودة وذي بحودة لا مئة هين وخمسين درهم وفهد مئة وخمسين درهم التعريف المرجيعي هو تبارك الله الطبيب محلل رزقه أولاً علاش لأنه كي يدوز لك بمئة وخمسين درهم هي نفسها هدي في الضار البيضاء على فكرة مئة وخمسين درهم هي نفسها مئة وخمسين درهم لحسبات التعريف الوطني يعني هذا واكل حلال هادي بعيدة باش تفهموها ما باش دول الأخر ولا كين على أي فوالا من اللي كتجي هنا أساس التعويب إذا انت السين اساس قلت لك طبعاً برادر خدمتو كذا ها قاعدين حسبولت مئة وخمسين درهم ديك الساعة أنا بقيمة فراش المرض مثلاً طاوي الأماد ولا المزمن كانت عندي سبعين في المئة ولكن على الرغم من ذلك في ديك اللحظة كانت عندي سبعين في المئة مش حال تعوض بمئة وخمسة وسبعين درهم إذا هنا مئة وخمسة وسبعين درهم إلا جينا نشتو هاد مئة وخمسين ياك وغادي نضربها بسبعين في المئة رغا تعطينا هاد مئة وخمسة وسبعين درهم إذا هنا التعويض كي يكون أفضل من تعويض الآخر زائد مبايعا لك هنا واحد خمسين درهم لأن هنا الطبيب مدوز لك بالفعل بمئة وخمسين درهم كيف تفهموها الخوض المهم هو هاد المعامل اللي تكتب لك في الورقة وإلا ما تكتب لك داكسي اللي غايد دخلك في السنة قل لي اخويا رمدوز على الطبيب خاص الله يحفظك ما تدرش لي طبيب عام تفرق لي تلفازة بحودها وهادي بحودها قل لي تدوز على الطبيب خاص هاد شي اللي كان إما الطبيب كان قول لي كيديره بالعين يدك شي وكيديره ذوك الأخطاء وانا ما كنت اهمش كاي اللي كيديره وكاي اللي مكيدش خدنته وراك نشوف الورقة ما مكتوب في السنة معنى شناه ما داش خدنتك وكاي ربما ما عارف شانا كيفاش كيدخله في السنة وكاي ربما واحد ما كيدش توخدنته كاي يقول لك انا قاشناه ودوز على الطبيب بصاف يكتب لي السي يعني هاد الروموس خصو ما نقال عليهم الناس ويكتبوهم لانه ممالك يحكموه في نسبة التعويض ديالك بواله شي اللي كان الخود هذا فيديو متخصص في هاد المسئلة ديال الاسترجاع على الاستشارة الطبية في طب القلب والشارعي وكان معلومات اخرى ممكن نديرها في حلقات اخرى